طالب مجلس الامن الدولي اليوم الخميس ميليشيات الحوثي بتنفيذ اجراءات ملموسة دون تأخير لتسهيل وصول الفنيين الى ناقلة صافر الرئاسية قبل ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة محذرا من امكانية حدوث تسرب هائل وابدى المجلس انزعاجه الشديد من تزايد خطر تحلل او انفجار ناقلة النفط وحدوث كارثة بيئية واقتصادية وانسانية لليمن وجيرانه